وصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني بعدد من المحافظات حيث تم عقد ثلاث جلسات نقاشية حول قضايا الحوار الوطني في لقاء مع شباب وأهالي مركز الإبراهيمية وهيهية بمحافظة الشرقية استهدفت الجلسات التي نظمتها تنسيقية الاستماع إلى أراء الشباب ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني واللقاءات الجماهرية بهدف الاستماع لمشكلات المواطنين والحلول المقترحة لمواجهتها وفي محافظة البحيرة أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تضمنت لقاءات متعددة مع مجموعة من أفراد قبائل مركز أبو المطامير وتطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات حول الحوار الوطني وأهدافه وأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية